بسم الله الرحمن الرحيم شلون صار عندنا جدول دوري قال لك قبل كان ماكو ترتيب حق العناصر واضح واحد اسمه مندليف رتب العناصر في عمدة حسب تزايد الكتلة الذرية وهذا سؤال يمكنك بالانتحان يقول لك اكمل شلون رتب مندليف العناصر تقول حسب تزايد الكتلة الذرية يعني كثر ما يزيد وزن العنصر ثم رتب العمدة في صفوف على اساس العناصر متشابهة تقع جنبين لجنب في صفوف فقية هذا الجدول المال مندليف طبعا مو مطلوب علينا ولكن اضعها لك عشان تفهم السالفة اضعها الهيدروجين واحد كتلة واحد وكتلة سبعة بين تسعة بعدين هداعش اثنائش وانترايح وشاف اللي متشابهين نحطهم يوم بعض حلو فقال لنا الليثيوم يشبه البوتاسيوم يشبه الروبيديون يشبه السيزيوم وانترايح وبعدين يا واحد عقبة اسمه موزلي رتب العناصر حسب العدد الذري يعني عدد الالكترونات وهذا هو الترتيب اللي نستعمل في الجدول الدوري اذا رتبنا العناصر حسب تزايد العدد الذري الهيدروجين واحد بعدين الهيليوم اثنين بعدين ليثيوم ثلاثة بريليوم اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعدين هداعش اثنائش ثلاثتاش 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 ثمانية تسعة وانترايح شذي قاعدين نمشي مثل الالة الكاتبة لحقتوا عليها ولو اني ما ظلنيت لما رتبوا الجدول بهذه الطريقة شافونا صفات البورون تشبه صفات الالمنيوم تشبه صفات القاليوم شافونا صفات الكربون تشبه السيليكون تشبه الجرمينيوم وانترايح شي السالفة قال لك اذا رتبنا احنا العناصر بهذه الطريقة يحدث تكرار دوري شنو تكرار دوري؟ يعني كل ما تاخذ لك دورة تكرر نفس الصفات تاخذ بعد دورة تكرر الصفة مرة ثانية تاخذ بعد دورة تكرر الصفة مرة ثالثة فقالك في شي اسم القانون الدوري عند ترتيب العناصر حسب زيادة العدد الذري يحدث تكرار دوري للخواص الكيميائية والفيزيائية ابيك تعرف شغلات اول شي هذا العامود الواحد اي عامود من هالعواميد سنسميه مجموعة والمجموعة عناصرها تشابه في الخواص يعني لما اقول لك من العنصر اللي يشبه الكربون على طول تقول لي السيليكون لما اقول لك من العنصر الاشبه بالأكسجين تقول لي على طول الكبريت ليش؟ لان العناصر في المجموعة الوحدة تصير اتشابه في الخواص الكيميائية والفيزيائية انزين وهذه الخط اللي بالعرض يسمونه دورة ولازم تحفظ هذا الكلام كذلك شغلة ثانية بيك تعرفها وهي ان هذه العناصر لو تلاحظ المجموعة هذه والمجموعة هذه والمجموعات اللي هني كلهم ذول كلهم مكتوب عندهم اي اذا ما تشوف الاي واضحة يب كتابك الحين وافتح الجدول الدوري صفحة 38 هني هذا كله مكتوب عليه اي وهذين مكتوب عليهم بي شه السالفة قال لك هذين مجموعات العناصر المثالية هذين كلها عناصر مثالية شن يعني مثالية مثالية يعني خواصها التدرج ها بشكل واضح انزين وهذين شنعين هذين مجموعات عناصر انتقالية يعني ش فيها خواصها يعني التدرج فيها مو امية بالمية انزين خلاصنا من هالموضوع اذا انا رح اقسمهم هذين المجموعات رح اسمي هذه واحد اي ثنين اي ثلاثة اي اربعة اي خمسة اي ستة اي سبعة اي ثمانية اي واما هذول فراح يكون المجموعات شنو بي وهذول تحت وهذا هم تبعها لذلك انا دائمًا احفظ طلبتها اقول لهم البرتقالي انتقالي هذه المجموعات البرتقالية مجموعات انتقالية وعناصر انتقالية واما الباجي هذول كلهم مثاليين اذا من الاسئلة اللي ممكن تيك بالانتحان يقول لك تسمى الصفوف الافقية في الجدول الدوري تقول الدورات او الدورة تسمى العمد الرئاسية في الجدول الدوري المجموعة حلو مجموعات العناصر المثالية لها الرمز وترمز به لمجموعات العناصر الانتقالية هذه كلها أسامي لماذا سميت العناصر المثالية بهذا الاسم طبعا أنا قلت لك لأن التدرج في صفاتها واضح لكن في كتابك مكتوب لأنها تظهر مدن واسعا للخواص الفيزيائية والكيميائية هو نفس كلامي بس بطريقة التفلسف فأنت أحفظ التفلسف فأخليك المهم أنك تكون فاهم قال لك الجدول الدوري نقدر نقسمه نصين نص نص نسميه الفلزات والنص نسميه اللافلزات ما الفرق بين الفلزات واللافلزات قال لك الفلزات مثلا توصل الكهرباء الفلزات لها لمعة الفلزات ممكن أسوي منها هوايرات ممكن أن أسوي منها أنا صفايح أمل لا فلزات ما تقرد تسوي هالكلام هذا كله قال لك أول مجموعة 1A هي من الفلزات صح نقلنا الفلزات هذا كله عدل هالمكان هذا كله من الفلزات فيسمونها الفلزات القلوية فلو يواكسوا ألبو امتحان يقول لك مجموعة الفلزات القلوية هي تقول 1A اللي هي هذه أول مجموعة ثاني مجموعة يسمونها الفلزات القلوية الأرضية فراح تسميها 2A أريد أن تلاحظوا إياي أن هذه كلها فلزات بعد صح؟ اللي بالأحمر اللي قلنا اسمها عناصر انتقالية قال لك العناصر انتقالية نوعين عناصر انتقالية وعناصر انتقالية داخلية اللي فوق اللي هي العناصر انتقالية هذه كلها تنتهي بتحت المستوى D وأما هذه كلها تنتهي بتحت المستوى F والعناصر انتقالية الداخلية تنقسم إلى لانثنيدات وأكتنيدات هذه مجرد أسامي تحفظها حق الصح وغلط وحق أكمل إجابة ويسمونها أيضا اللي هي العناصر الانتقالية الداخلية يسمونها العناصر الأرضية النادرة ليش سمونها العناصر الأرضية النادرة يقولون أنه قبل أول ما كانوا يلقونها وايد الحين لا خلاص تغير الوضع قاموا يلقونها في القشرة الأرضية بنسبة كبيرة يقولوني أغلب الفلزات صلبة هذين الحبايب أغلبهم شنو صلبين يعني سواء المغنيسيوم سواء هني الذهب والفضة هني تلقونهم النحاس لكن في فلز سائل من هو الفلز السائل هذه جماعة الخير هذا هو تدرون من هذا هذا الثرمومتر داخل زئبق الزئبق الزئبق هو الفلز السائل إذن لما يقولك أغلب الفلزات صلبة لكن الفلز السائل هو تقول HG أو تكتب الزئبق و ليش مكسور مكسور عشان أقولك دير بالك هذا إذا كسر بالمختبر ترى مادة سامة لا تقرب منها لا تلمسها و أخر و نادل أستاذ و هو يتعامل معها لا تصير لشاطر أنا اللي بشيلة أنا اللي هذا خلصنا من الفلزات شوف اللافلزات اللافلزات هذول الحبايب اللي بتطرفها الصوب نزين بعض اللافلزات تكون في الحالة الغازية مثل منه الأكسجين مشهور صح وبعضها يكون صلب مثل الكابريت اللي هو S هذا والسائل الوحيد بين اللافلزات هو البروم كاهو هل تكتب البروم لاحظوا لنا ضمن اللافلزات أكون مجموعة 8A مجموعة 8A هذه مجموعة الخير مجموعة الغازات النبيلة أو الغازات الخام لا يسمونها قبل ليش يسمها مجموعة الغازات النبيلة راح نقول لكم بعد شوي بس ثبتها هذه لأنها راح يصير عليها شغل وايد من السئلة اللي يمكن تيك بالامتحان يقول لك البروم سائل له شنو لون تقول أحمر داكن لماذا سميت الغازات النبيلة بهذا الاسم قال لك لقدرتها المحدود على التفاعل الكيميائي كلمة نبيلة مرة عليكم هذين اللي سموهم النبلاء اللي عنده فلوس وايد وبس يركب حصانة الصبح ويلحق ثعالب ما عنده هدف بالحياة ما لخلق يشتغل ما لخلق يسوي شيء بالدنيا ما كو شيء عشان تشدي سموهم نبيلة هذه الغازات ما لها خلق التفاعل مو مثل باجي العناصر اللي دايما اتفاعل مع بعضها حلو فقال لك لقدرتها المحدودة على التفاعل الكيميائي من أمثلتها لنيون تعرفوا اللمبات لنيون صح وكذلك الزنن هذا الجدول الممكنيك بالامتحان يقول لك شو الفرق بين الفلزات و لا فلزات تقول لي والله هذي توصل الكهرباء هذي توصيلها ضعيف هذي تلمع هذي ما تلمع هذي قابلية لها قابلية سحب قابلية سحب يعني تقرد سوى منها أسلاك تقرد سوى منها وايرات هذي لأ التكسر ما تتحمل وهذي لها قابلية طرق يعني تكثر تسوي منها شرائح ضعيفة حيل وهذي غير قابلة للطرق معناته أيضا التكسر ما تسمح به الشي زي نستاذ هذا القروب الأصفر ما يبطارية عسى ما شر أقول لك هذي لأسمهم أشباه الفلزات اللي هما بين الفلزات وبين شنو اللا فلزات اش قصتهم قال لك أشباه الفلزات هذول الصفر لها صفات متوسطة وهذا سؤال امتحان لها صفات متوسطة بين الفلزات و اللا فلزات فلما أسئلك أقول لك توصل تيار الكهربائي تقول لي شبه موصلة واضح لها لمعة لمعة يعني محاولة لمعة يقول لك من الأشياء المهمة في الموضوع أن السيليكون والجرمينيوم كهذا السيليكون وهذا الجرمينيوم أثنين هم من أشباه الفلزات يستخدمون في تصنيع رقائق الكمبيوتر هي الشيبس وكذلك تستخدم في الخلايا الشمسية التي تحول طاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية يارب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين